لا تفتر الاعتصامات ولا تهدأ الاحتجاجات حتى تتحقق مطالب المواطنين الذين يعانون مرارة واقع الخدمات في المدن العراقية فمن مدينة إلى أخرى تلتهب نيران الغضب الشعبي ويسخن صفيح المدن بينما الأروقة الحكومية في برود وجمود محافظة بابل وكما اعتادت في السنوات الماضية على الاحتجاج والتظاهر بسبب سوء الخدمات تتابع مسيرتها في الاحتجاج وتحديدا في ناحية الحمزة الغربي أو المتحتية كما يسميها أهلها الحي المذكور يشهد حاليا حراكا شعبيا يتمثل في الاعتصامات والاحتجاجات المتواصلة على ترد الواقع الصحي والخدمي والتعليمي فها هو اليوم الثالث قد مضى والاعتصامات قائمة على قدم وساق رافعة صوت القهر والغضب في وجه المتغافلين والمهملين سوء الطبابة في زمن الأسقام أكثر ما يؤرق المواطن فكيف إذا حرم آلاف البشر القاطنين في منطقة من مستشفى ناحية المتحتية كبرى نواحي بابل لا يوجد فيها مستشفى فكان هذا كافيا لامتلاء ساحاتها بالمعتصمين والمحتجين خارج أهالي مدينة الحمزة الغربي أحد نواحي محافظة بابل للتظاهر وكان سبق وان التظاهر والاحتصام هذا اليوم الثالث للاحتصام السبب التظاهر والاحتصام هو الوضع الصحي والخدم المتردي للغاية وأمام هذه الاحتجاجات يقف مسؤولو الحكومة ساكتين بلا حراك ودون اكتراث لمطالب المعتصمين الذين صمموا على المضي قدما في نضالهم حتى إصلاح الخدمات وتوفير المستلزمات وعلى رأسها بناء مستشفى للناحية جماهير معتصمة أو تبقى معتصمة إلى أن يحققون مطالبنا المسؤولين الذين يغضون النظر اتهوا في كراسيهم ومخصصاتهم ونسوا الشعب ونسوا المواطن الإحساس بالألم والظلم على امتداد خارطة العراق بدأ يشكل بوادر انتفاضة ضد الفساد حيث تحمل كلمات المعتصمين بذور ثورة علنية تتعدى مرحلة الانتقادات الخفية نتمنى كل العراق يكون واعي أكثر خلي ننتفوض خلي نغير يعني لا متى نبقى ساكتين الشباب وينكم يعني أنا شوف منشورات على الفيسبوك لبعض الشباب الطالب بالتغيير والطالب بتقول سراق وينكم لات يعني تتبقى بس على الفيسبوك إذن هو درب نظال مصيري ومعركة مستمرة حتى ينال المواطن العراقي كرامته وحريته